بمناسبة النداء الفيديو رقمية على القناة هنعمل النهاردة أحلى أصابع الدجاج المقرمشة فعلا فعلا الوصفة دي مافيش أبدا حد بيختلف عليها وصفة للكبار وللصغيرين يلا نشوف مع بعض هنعملها ازاي أنا هقول لكم النهاردة على التدبيلة بتاعة نصف كيلو من صدور الدجاج هنجيب بيضة ونحط عليها تلت كوباية من اللبن الرايب أو الكريمة وعليهم معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود أنا بحط شطة وبابريكا وبصل باودر ممكن تحطوا شطة بس أو بابريكا بس ومعلقة كبيرة سويسوس ومعلقة صغيرة من الكاتشف أنا أقلب الكلام ده كويس جدا جدا مع بعض ونتأكد انه ما فيش أي باودر من اللي احنا حطناه موجود على الجناب علشان نقدر ان احنا نستفيد بكل التدبيلة بعد كده هنجيب صدور الدجاج اللي غسلناها كويس جدا بملح ولمون ودقيق وبعد كده بنقطعها بشكل طولي زي ما انت شايفين وده الحجم المناسب للشيكن ستريبس بعد كده بنحط كل الستريبس اللي قطعناها في التدبيلة وهكمل أنا تقطيع كل الكمية وهنجوف بعد كده ايه الخطوة اللي جاي الخطوة دي مهمة ان احنا نقلب الفراخ بأدينا جوه التدبيلة عشان نتأكد ان كل ستريب او كل قطعة فيليه اخدت من التدبيلة كويس جدا جدا واتغلفت تمام اهم خطوة بقى مش بس التدبيلة ان احنا نسيب الفراخ دي بنقع في التدبيلة على الاقل الليلة انا ممكن اسيبهم يومين عادي ودلوقتي هنحضر التدبيلة الجافة دي كوباية من الدقيق وعليها نص كوباية من النشا وهنتبّلها بنفس التوابل اللي تبّلنا فيها الفراخ ملحة وفلفل وبنحط شطة وبابريكا ممكن طبعا ما تحطوش شطة حسب الرغبة بس بنزود زعتر بيدي ارماشة حلوة مع الدقيق وبيدي ناكهة لطيفة جدا مع الفراخ دلوقتي بقى بناخد قطعة الفليه وبنقلبها عشر او خمستاشر مرة كده جوه الدقيق ونضغط عليها كويس قوي زي ما انت شايفين وننطرها كل شوية علشان تدي التجزيعات اللي احنا عارفينها بتاعة وفي نفس الوقت نتطمن ان كل حي تتغلفت فيها لان احنا لما هننطرها هيبان اذا كان فيها جزء لسه ما تغطاش ننطرها كويس وبعد كده ندخلها في الدقيق مرة تانية ونفضل نقلب فيها لحد ما نتطمن ان هي تتغلفت كويس وكل مرة واحنا بنهزها كده بنعمل لها التعريجات او التجزيعات اللي احنا عارفينها بتاعة الشيكن تندرز ولما بنيجي نقليها التدبيلة دي ما بتتركنش بتتحط في الدقيق وتتحط على طول في الزيت مباشرة عشان السوايل اللي في الفراخ هتمتص الدقيق وهيعجن ومش هيدينا التجزيعات دي فلازم نحطها في الدقيق تنزل في الزيت في ساعتها وطبع ممكن نديها ساكند كوت يعني نرجعها على السائل اللي كانت منقعة فيه ونرجعها مرة تانية على الدقيق بس اللي انتو شايفينه ده معمول مرة واحدة بس وبيدي برضو الارمشة والتجزيعات اللي احنا بنحبها اخر واهم التريك ان احنا نطلع الفراخ على مصفة مش على منادي المطبخ مباشرة علشان ما تتراش والزيت يكون سخن وغزير وما بنقلبهاش كتير بنقلبها بعد ما تبتدي تاخد لون ونتطمن ان الجزء اللي تحت خلاص ارمش وبقى تمام وده اللون اللي احنا بنخرجها عليه وبنسيبها تهدى كده على الشبكة وتنزل كل الزيت الزيادة اللي فيها وبعد كده بنقدمها بألفة هنا وشفة وتعالوا نسمع بقى صوت الارمشة شايفين الفراخ بتاعتنا شكلها النهائي حلو جدا بالزبط بالزبط زي اللي بنشتريها من بره واحلى كمان وانضف يريد تجربوها وتقولي رأيكم ضروري في الكومنتات وبألف هنا وشفة